موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها عن إصرار رئاسة الجمهورية على تظليم الجزائريين فيما يخص صحة الرئيس عبد المجيد تبون منذ أن مرض الرئيس عبد المجيد تبون والرئاسة مارس التظليم وثبت عليها الكلب والبهتان بل أنها لم تعطي يوما الحقيق للأسف الشديد كان الجزائريون يظنون أن هناك حدث تغيير في أعلى هرم السلطة وأن السلطة ستتعامل مع الجزائريين بنوع من الشفافية والوضوح ولكن حدث العكس تماما بل أنه لو قارننا مرض تبون مع مرض بوتفليقة لو وجدنا بعض الشفافية فيما يخص بوتفليقة أفضل مما هو عليه مرض تبون حيث أن الرئاسة في 24 أكتوبر أعلنت أن رئيس الجمهورية دخل في حجر صحي طوعي بعدما تبين إصابة مسؤولين سامين في الحكومة والرئاسة بكوفيد 19 ورغم ذلك أن الرئيس سبق وكان آخر ظهور له هو في 15 أكتوبر 2020 عندما استقبل وزير الخارجية الفرنسية ومنذ ذلك الحين لم يظهر بل أن الرئاسة برمجت اجتماع لمجلس الوزراء في 18 أكتوبر 2020 وتم تأجيله وتحججوا بحجج واهية وبعد ذلك انفضح أمره بعد ذلك قالوا بأن الرئيس تم نقله بتوصية من الأطباء إلى مستشفعين النعجب وأنه يمارس مهامه بصفة عادية بعد ذلك قالوا بأنه نقل إلى ألمانيا لإجراء فحوسات معمقة وبعد ذلك تأتي البيانات بطريقة الأخبار صارت تأتي صحيحة حول صحة الرئيس من جهات أول لن نعود إلى هذا الأمر فقد تحدثنا عنه مرارا وتكرارا ولكن آخر ما بيان صدر على الرئاسة الجمهورية هو الذي فيه الكذب والبهداد رئاسة الجمهورية أصدرت يوم الأربعاء عشرين جونفي 2021 بيانا قالت فيه ونشرته على صفحتها الرسمية في الفيسبوك بيان أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم وما يقصد به يوم الأربعاء بألمانيا عملية جراحية على قدمه اليمنى كللت بالنجاح وكان السيد الرئيس قد صرح يوم عشر جونفي 2021 قبيل مغادرته أرض الوطن متوجها إلى ألمانيا باحتمال إجراء عملية جراحية على قدمه نتيجة مضاعفات كورونا وسيعود السيد الرئيس إلى الجزائر بحول الله خلال الأيام القادمة فور حصوله على موافقة الفريق الطبي الرئيس لما غادر الجزائر قال بأنه من المحتمل حقيقة أنه يجري عملية جراحية بسيطة لكن الملفت للانتباه أنه يوم الثلاثة 19 جونفي 2021 قدمت أنا شخصية مداخلة وصلني الخبر أن رئيس الجمهورية أجرى عملية جراحية الحلقة أذكر أنني سجلت في حدود العاشرة صباحا والمعلومة وصلتني صباحا من مصادر مقربة جدا من هذه الدوائر تحدثت بأن الرئيس أجرى العملية وقلت بالحرف الوحد استمعوا إلى ما قلته أنا آخر المعلومات التي وصلتنا أن الرئيس عبد المجيد تبون أجرى عملية جراحية في قدمه وأن هذه العملية كانت صعبة ولكنها ناجحة على حسب ما وصلنا من المعلومات طبقا قضية اشتشافيه وتعافيه تخضع إلى عامل الزمن ليس بمقدورنا أن نقدر كم سيمكث الرئيس في ألمانيا كما استمعتم إخواني الكرام أنني قلت بأن الرئيس عشر عملية جراحية بل أنني بعدما نشرت هذا الخبر اتصل ببعض الزملاء والأصدقاء فقالوا لأنك أعلنت هذا الخبر ماذا لو أن الرئاسة لن تعلن فقلت لهم أن الخبر وصلني من مصدر موثوق أن الرئيس أجرى عملية جراحية إذا الرئاسة أعلنت عنها فبها ونعمة وإذا لم تعلن عنها هذا شيء آخر وإذا عاد هو وقال بأنني لم أجري عملية جراحية هذا أيضا شاء آخر ولكن أنني متأكد بأنه المعلومة وصلتني صباح يوم الثلاثاء 19 جنوبي 2021 والرئاسة أعلنت عن الخبر مساء يوم الاربعاء 20 جنوبي 2021 بل أن مصدري أكد لي بأن العملية كانت صعبة ولكنها ناجحة وبعدما أعلنت الرئاسة تحدثت مع مصدري فقال بأنه كانوا سيؤجلون الأمر حتى حوالي يومين أو ثلاثة أيام حتى تظهر نتائج العملية وبعد ذلك يعلنون عن الخبر ولكن أنني لما أعلنت عن الخبر وتم تداوله من طرف الجزائريين في شبكات تواصل اجتماعي اضطروا إلى الإعلان عن خبر العملية ولكنهم قالوا هذا اليوم معناها يوم الاربعاء أولا يريدون تكذيب المعلومة التي أتيت بها والأمر الثاني يريدون أن يظهروا الشفافية بأنهم يخبرون الجزائريين خطوة خطوة ليس هذا الجديد الرئيس وكشفت من قبل في التقييم الاستخباراتي قصة إصابة الرئيس تبود بكورونا وعندما أعلنوا عنه كان الرئيس متمدد على الفراش أين هذه الشفافية؟ كانت دائما المعلومات تأتي بطرق مظللة وليست حقيقية يعني تظهر الشفافية إلا لحظة لينهي العملية رئيس عبد المجد تبود مباشرة بيان من رئاسة الجمهورية قد أجرى عملية هيا أخبروا الجزائريين ما هي طبيعة هذه العملية؟ ما هي ما علاقة كورونا بهذه الإصابة التي ظهرت في رجل؟ أخبروا الجزائريين ما هي نوعية هذه العملية؟ ماذا حدث بالضبط في هذه العملية؟ هل العملية هي شيء ما داخلي؟ أو أنه تنبطر أصابع الرجل؟ والمعلومات التي لدينا تقول أن الرئيس أصيب بغرغرينة وأنه عنده في حالة تعفن في رجله ومن المحتمل أن يصل الأمر إما إلى بطر أصابع الرجل أو ربما يصل الأمر إلى بطر الرجل أنا لا أجزم بشيء مجرد احتمالات سمعتها من بعض الأطباء أصدقاء المختصين في هذا المجال إذن الرئيس أجر عملية قبل الثلاثاء قبل العاشرة صباحا أنا وصلتني المعلومة قبل العاشرة صباحا معناها أنه بيان رئاس الجمهورية الذي قالت بأنه أجر العملية يوم الإربعاء بيان غير صحيح الصحيح أنه أجر عملية رئاسة الجمهورية لم تقل أنها عملية صعبة ومعقدة وأنه بقي الساعات وهو في غرفة العمليات لم تقل هذا وما كشفت طبيعة هذه العملية بالضبط ولا أي شيء وبإذن الله سنوافيكم في الأيام القادمة حقيقة ما حدث وتفاصيل هذه العملية بإذن الله نحن في عملية جمع المعلومات وتواصل مع بعض الأطراف سنوافيكم عندما تكتمل الصورة لدينا المشكلة أن رئاسة الجمهورية ما زالت تكذب كنا نتحدث أن الرئاسة تكذب على الجزائريين وكان الرئيس تبون في ألمانيا وعاد الرئيس تبون وشهدنا التنقضات ولاحظتم أنه كنا نتوقع أن الرئيس عندما يعود إلى الجزائر سيتخذ إجراءات ولكنه لم يتخذ شيئا فيما يخص الطاقم الإعلامي في رئاسة الجمهورية ما أعمل شيء سوى وقع مرسوم نهاية مهام محمد العجاب الذي كان مسؤول الحملة الإعلامية للرئيس تبون عندما كان مترشها أول من قام بالتخلص ولكن ما هي ما هي الإجراءات المتخلة مما يوحي أن القضية ما تقدم عليه رئاسة الجمهورية والتعامل مع صحة الرئيس هي قضية قوة كبرى لا يستطيع الرئيس أن يقف أمامه لو كان القضية أخطاء من موظفين يعطوا معلوماته ولم يكونوا في المستوى المطلوب لا تم اتخاذ الإجراءات لا عوقبه مثل ما تم التعامل مع محمد العجاب الذي تمت إهانته بطريقة غير لا يمكن تصورها ونحن لاحظنا أن تبون عندما دخل الرئاسة جاب معها بعض الأشخاص وتخلص منها من كله بقاوا غير قشبختة كما يقولوا في الرئاسة والرئاسة ملغومة برجال توفيق رجال ويحيى وجمعه كل رهم هما اللي مهيمنين على رئاسة الجمهورية إذن لماذا الرئاسة تسر على هذا الأمر أكيد تخفي شيء أو أنها هناك مخططات تقوم بها أطراف تريد من خلال هذه العملية الوصول إلى نتيجة تتمثل في الاستغناء عن دور عبد المجيد تبون وبداية مرحلة ما بعد تبون هذه الاحتمالات الواقعة لأن الرئاسة لما يصل بها درجة هذه التضليل وقلنا عندما رجع الرئيس ربما يعني يزير عليهم شوية ما لازم تتعاملوا بهذه الطريقة وكذا قلنا لما زاد رجع الألمانيا رح تتغير الطريقة في التعامل مع القضية ولكن للأسف أول بيان صدر بعد ذهاب تبون إلى ألمانيا وهو غادر يوم 10 جنفي وبعد تسعة أيام بعد عشرة أيام بعد عشرة أيام من وجوده في ألمانيا كبيان يكذب فيه الكذب على الجزائريين فيه تضليل فيه هروب على الحقيقة في رأيكم يا جماعة الخير بعيدا عن المعلومات والمعلومات المضادة بعيدا عن هذا هل من المعقول أن رئاسة الجمهورية الرئيس يجري عملية من هنا هي تكمل من هنا هو ما يخبر الجزائريين هو مرض بكوفيد قبل 18 وأعلنوا في 24 قالوا حجر صحي طوعي وكيد دوه العين نعجة قالوا بتوصية من الأطباء وكيد دوه الألمانيا قالوا أنها من أجل إجراء فحوصة معمقة وهو كذب في كذب وبوتان في بوتان الحقيقة أنه مرض قبل 18 على الأقل قبل 17 وكان آخر ظهور لـ 15 أكتوبر 2020 وبعد ذلك صار متمدد على الفراش نقله العين نعجة هو في حالة غيبوبة وسارعوا فجرا بنقله إلى ألمانيا في وضع صحي صعب جدا ومباشرة دخل في غرفة الإنعاج وتم إنقاذ حياته في ألمان وبقى شهري والرئيس أصلا لما جاء قال نحو شهرين نحو شهرين هو في موجود وقلما درنا الحساب وجدنا بأنه إذا كان ظهر الرئيس يوم 13 جونفي يوم 13 جونفي ظهر الرئيس في الفيديو المعروف وقال استمنوا أيها المواطنات أيها المواطنون الأعزاء كما تعلمون منذ ما يقرب شهرين وخدتوا إلى الخارج على جناح السرعة لما كان قد أصابني من وباء كورونا إذن الرئيس لو نحسبها نجد بأن الحسابات اللي اعطى طهر رئاسة الجمهورية في 24 أكتوبر ما كانش منها هي شهر ونص من 24 أكتوبر إلى 12 جونفي هو ظهر الثنهر 13 12 جونفي عليه يقول شهرين نحو ما يقارب شهرين إذن ما القاضية ما هي قضية هكذا معناها أنه التاريخ الذي أعطيه كان غالط الأمر نفسه هو استمر وما ندري وسيعود الرئيس خلال أيام القادمة مثل بيانة اللي قبل قالوا خلال أيام القادمة بقى مدة حتى أظهر شخصياً في تلك الصورة البعض يكتب ويعلق ويكتب إليه لماذا هذا الاهتمام أنا فقط اهتم بهذا الموضوع لأكشف للجزائريين طبيعة السلطة الآن في عهد تبون أنها لم تتغير لأنه احترام الشعب واحترام الرأي العام يظهر في هذه الأمور السلطة لما تتعامل بشفافية وبيوضوح مع الجزائريين تظهر في مثل هذه الأمور أما إذا كذبت على الجزائريين في هذا الأمر في رأيكم تصدق في تلك الوعود التي تطلقها على الجزائريين مستقبل أبداً لا يمكن أن تكون صادقة بل ستكون كاذبة وتواصل الكذب والبهتان والتظليل ولا يهمها شأن الجزائريين ولا يهمها أمر الجزائريين هذه هي الحقيقة لذلك السياسة القائمة الآن تظهر في مثل هذه الجوانب أن هناك سلطة داخل تحاول تمارس الكذب من أجل تمرير مخططات تعامل رئاسة الجمهورية مع الوضع الصحي للرئيس تابون كشفت أولاً أن هناك مخططات خفية الأمر الثاني أن هناك لم يحدث أي تغيير في السلطة الأمر الثالث أنه لا توجد شفافية الأمر الرابع أنه علاقة السلطة بالشعب علاقة مبنية على الخداع والكذب فقط مثل هذه الأمور هل تخليك يوماً ما تثق في رئاسة الجمهورية عندما تجي تقول لك أن هناك حرب أو هناك مخططات خارجية تستهدف أمن الجزائري رح تصدقها وهي في أبسط شيء كذبت على الجزائريين فيما يخص فيما يخص صحة الرئيس كيف السلطة ترجع مصدقيته يتكذب في أبسط الأمور لذلك إخواني الكرام أنا أقول لكم أن بيان رئاسة الجمهورية الأخير الذي صدر يوم عشرين جونفي 2021 لم يعطي الحقيق كذب في قضية أولاً يوم إجراء العمل وكان قبل الثلاثاء صباحاً والرئاسة أعطت معلومة خاطئة وكاذبة نهائية للأسف الشديد هذا هو حال النظام في العهد الجديد وفي الجزائر الجديدة التي يتغنى بها تبول ويتغنى بها شنغريحة ويتغنى بها عبد العزيز جراد والوزراء والطاقم الحكومي للأسف الشديد لا جزائر جديدة ولا هم يحزنون بل أن جزائر للأسف كلما يعمل الجزائريون أن الآتي أفضل يظهر أنه الأسوأ ويتحول الجزائريون للبكاء على الأطلال والبكاء على ممضاء ودائماً الأيام الماضية في تاريخ الجزائريين هي أفضل من القادمة وهذا حال الدول المبنية على أنظمة شمولية أنظمة فاسدة أنظمة لا تراعي القيم الأخلاقية في ممارسة السياسة ولا تراعي أبداً مستقبل الدولة ومستقبل الشعب ومستقبل الأرض هذه هي الأسف الشديد أنه إذا بقينا على هذا الحال فالقادم أسوأ ورب إن شاء الله نسأل الله تعالى الخير لهذه البلاد والخير للعباد في ظل عصبة من بقايا عصابة عادت وتتحكم في عصب الدولة وفي روحها وفي مستقبلها هذا ما أردت قوله في هذه المداخلة ألقاكم بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة